ايفونات القادمة سيكون شكلها مختلف وسامسونج تفكروا بنوت من نوع الثاني وبالتأكيد امازون وإعلاناتها الضخمة اللي صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من أول بأول أخبار التقنية والعلوم أبدأها أول شيء بأحد المصادر الموثوقة اللي دائماً يعرف عنه بإعطاء البريدكشن نستطيع أن نقول التوقعات المستقبلية بشكل صحيح يقول أنه آيفون 2020 هو الآيفون الذي سيحصل على 5G إمكانيات شبكات 5G للإتصالات وأيضاً يكون هناك تصميم مختلف عن 10 و 10S وأيضاً ال11 يكون هناك تصميم عودة لجيل الآيفون 4 والحواف الحادة وهنا يمكن أن يكون هناك اختلاف جدًا جذري من ناحية الوصول للإمكانيات على الشاشة وأيضاً المظهر العام للجوار من ناحية الشاشات المتوقعة أيضاً ستكون من 5.3 إلى 6.7 إنش وهذه أقرب شاشة من آبل على آيفون تصل للنوت وحجم شاشته وهي 6.8 إنش ننتظر ونرى يظل الأمر توقعات وليس بشيء أكيد ولكن بالفعل حسب الأجيال والعادة التي مع آبل يمكن الآن خلاص بعد ثلاث أجيال من التصميم المتشابه جاء الوقت الذي يظهر فيه بتصميم مختلف سألتكم في الحلقة الماضية سؤال جداً جميل هل تتأثر الشركات بأخبار الاختراقات؟ 63% منكم قال حسب نوع الاختراق و30% منكم قال لا تتأثر بالتأكيد و5% فقط الذي قاله ما تتأثر أعتذر أن أعطيكم الواقع والشيء الأكيد أنه في كل الحالات تتأثر الثغرات تشكل عائق كبير في نمو الشركات والجدير بالذكر هي أنه مهما كان حجم الثغرة يعني ليس المفروض أن تكون ثغرة جداً كبيرة لأنه في أي ثانية إذا تم اختراق هذه الثغرة اعرف أنه سيكون فيه مصيبة ضخمة على هذه الشركة والثغرات هذه بتجيب خسائر مالية ومعنوية وبشكل جداً كبير على الشركة وناهيكم عن السمعة وفي شركات مختصة وعندها تخصص كامل في مسألة اكتشاف هذه الثغرات مثل STC أعمال اختصاصهم ووجود فريق خاص عندهم لإكتشاف الثغرات بشكل مسبق هنا يعطيهم قوة جداً كبيرة لأنهم يتعاملوا مع هذه الأحداث وفي خدمات خاصة مثل خدمة إدارة كشف الثغرات من STC Business الخدمة هذه ستمكن الشركات من وقاية نفسها من الاختراق عن طريق كشف الثغرات مبكراً وسيكون بالطريقة هذه نفس الشركات ستقوم بحماية استباقية لنفسها من هذه الثغرات وأيضاً، لم يكن هناك فريقات كبيرة تعمل هذه الجوائز الضخمة على اكتشاف الثغرات إلا لأهمية الأمر وستي سي أعمال لديهم فريق مثل فريق جوجل زيرو وفريق الثاني أضع لكم رابط موجود فيه أسفل هذا الفيديو هذا الرابط يعطيكم معلومات أكثر عن مسألة خدمة إدارة كشف الثغرات من STC أعمال بما أنها أحد الشركات المزودة لهذه الخدمة ننتقل الآن لشركة سامسونج وأتكلم عن نسخ قادمة من النوت الأمر الذي لم نرى منه من النوت 3 أنه يكون لدينا مثلاً النوت 10 بلس بعدين يأتينا النوت أكتف النوت ميني أو مستويات أخرى من النوت النوت لايت ونسخ مخففة شركة سامسونج تطرح هذا الأمر خلال هذه السنة وخلال الربع الأخير من عام 2019 لأن النوت يعتبر من الأجهزة التي فيها إمكانيات جداً عارية صح، شركة سامسونج تطلع سلسلة A وسلسلة A تنافس نفس الجوالات سامسونج من فئة S وفئة النوت ولكن يظل النوت لهم محبينهم بشكل جداً كبير هذه الفئة مهمة جداً عند الشركة السهدعش أيضاً حصل على تسريبات مهمة منها تقول أن الكاميرا ستكون 108 ميجابيكسل بحساس جداً كبير وقدرة زوم قدرة تكبير جداً عالية مع هذه الكاميرا وسامسونج رسمياً طلعوا فيديو يوضح إمكانيات حساس أو كاميرا مثل اللي يمكن تطلع مع السهدعش في فيديو رسمي على قنواتهم في اليوتيوب فعندكم الفيديو بحط لكم رابطوا في وصف هذا الحلقة الشيء الثاني أنه كويس أن يصبح تطور أكثر على الكاميرا يعني جوالات الـ S10 وأيضاً النوت 10 وصلوا إلى نضوج عالي فوق المتوقع فالحين باقي الأشياء التي موجودة فيها تطور أكثر أما غير كذا، ما باقي نتمنى؟ قل لي، ما هي الأشياء التي تأتي على نفس جوالات الـ S القادمة؟ شركة فيسبوك فعلت مؤتمر وخلال المؤتمر أعلنوا عن بعض التقنيات أول شيء، أعلنوا استثمارهم الرسمي في الـ AR وبعض الأشياء الإضافية في تقنيات الواقع المعزز وأيضاً تكلموا عن الأوكولوس ومجال الجديد في الأوكولوس الذي يستثمرون فيه كون أنه أوكولوس أحد الشركات التي تابع الفيسبوك وأيضاً أعلنوا عن لعبة الواقع الافتراضي الضخمة العالمية للمفروض الناس عن طريق الأوكولوس يلبسونها ومجتمع الفيسبوك يصبح قاعد وعايش عالم ثاني تماماً يعني أنت تصبح لك عالم موازي لعالمك الحالي عالم موازي بشخصية أنت تبنيها، أنت تضبط هذه الشخصية وتعيش فيها في هذا العالم الافتراضي هل بالفعل هذا المستقبل قاعدين نروح له؟ نحن مدري وجدت أيضاً أن مؤتمر أمازون الذي حدث في نفس اليوم تقريباً في نفس اللحظات والساعة أعلاناته أقرب للواقع فطلع في جيل جديد من سماعات الأليكسا وطلع أيضاً بلمبة مضيئة لسماعة الأليكسا التي تستخدم في الحفلات أو جنب السرير بحيث أن الواحد يمكن أن يضبط الإضاءة عليها أليكسا مدمجة فيها أعلنوا عن نظام محي أو إزالة نفس التسجينات الخاصة بأليكسا فإنه يكون لديك خصوصية أكثر وتعرف أن المحتوى الذي يسجلك مع محادثاتك بينك وبين جهاز أليكسا ستجد هذا المحتوى قابل للإزالة بشكل تلقائي وبالتالي خصوصيتك ستكون محمية أيضاً أعلنوا عن أليكسا داش صغيرة فيها شاشة فنوعاً ما هي الشاشة حقية أرقام بس لا تتكلم عن منبه جنب السرير أيضاً أعلنوا عن النظارات هذه النظارات مدمجة فيها أليكسا ومدمجة فيها إمكانيات أخرى ومجال النظارات والواقع المعزز مجال ضخم متوقع ترجع له الشركات بشكل ضخم عام 2020 كون أن الأي او تي وإنترنت الأشياء والفايف جي يضع بنية أفضل وأنضج أن هذه التقنيات تنتشر أكثر في عام 2020 ولكن اللفت انتباهي خاتم الذي أعلن من شركة أليكسا أو أمازون أليكسا مدمجة في الخاتم صارت مع سبيكر خفيف موجود فيها فأنت تطلب من أليكسا من خلال الخاتم بعض الأوامر وأوامر التي تطلبها لها ستكون متصلة بجوالك عن طريق البلوتوث ويتمم لك هذه الأوامر كون أنت إذا ثبتت المنظومة أليكسا على الجوال هذا الشيء دعنا نقول أن أمازون تستثمر أكثر في نفس البنية التحتية أليكسا وتحاول تجيب نفسها في أماكن أكثر ولا ننسى، ترى أنا قلت بعض الإعلانات لأن هناك ساوند بار مثل السماعة الضخمة التي تستخدم في الصالة هناك أليكسا بوكس وهي أمازون فاير بوكس موجود لتشغل المحتوى أمازون برايم هناك أيضا إعلانات أخرى عن سماعات بودز هذه السماعات فيها قدرات أفضل من ناحية دمج أليكسا فيها فأمازون تستثمر بشكل كبير في منظومة أليكسا هذا الاستثمار لم يكن واضح مرة عام 2018 وعام 2019 وعام 2017 كان موجود يوم بدأوا في هذه الأشياء بشكل كبير وأيضاً 2016 كان موجود أمازون خفضت قليل من هذه الاستثمارات عام 2018 ولكن الآن رجعوا بقوة واضح داخلين على المنافسة بشكل كبير والذي أرى أن يحذروا منهم بمجال الصوتيات أكيد من؟ جوجل جوجل لديهم أكبر منظومة صوتيات موازية لمنظومة الأمازون وللأسف أبل لاستثمار الضخم قبل أن أكمل لنهاية الحلقة أعطيكم خبر العلوم هذه الصورة سبحان الله صورة من أين مأخوذة ولأيش مأخوذة ناس أم صورتها أكيد ولكن لم يكن مأخوذة الآن أذهب للخبر ما قبل الأخير وأتحدث عن XCloud طرحه التجريبي سيكون بشهر أكتوبر مع باقة ضخمة من المحتوى XCloud هو خدمة اللعب التي فيها بث أو خدمة البث اللاعبي من مايكروسوفت وهذه الخدمة التي ستوازي نتفليكس من ناحية أنك من أي جهاز تستطيع تلعب ألعاب مايكروسوفت التي عرفت بمطلبها لأكس بوكس هنا هناك أشياء ممتازة أول شيء الأسماء الموجودة وتطرح أسماء ضخمة لا ستتوقع أنها تشمل في XCloud مثل Halo و Gears الجديدة الأخيرة وأيضاً غيرها من الأسماء التي تطلع عندكم على الشاشة ولكن الأسمين ارتبطوا بالجهاز تحديداً وبمنظومة المايكروسوفت الآن الأمر الثاني إتاحة لعب XCloud شهر أكتوبر تجريبي على الرولاوت ولكن إتاحة اللعب تبدأ من أجهزة أندرويد أي أندرويد بنظام أندرويد 6 وفوق وبلوتوث 4 عشان يوصل اليد ولكن تتكلم عن خدمة بث بمحتوى يتطلب أجهزة جيلها يجب أن يكون ثلاث سنوات ربطتها بأجهزة جوال من 4 أو 5 سنوات هذا الأمر لا يمكن أن يكون متاح إلا إذا كان هناك بنية تحتية ضخمة موجودة من قواعد البيانات من نفس الخوادم بالإضافة إلى تحليل البيانات وأيصالها لك وأخذها منك هذه المنظومة ضبطتها مايكروسوفت وهناك تعاونات ضخمة بين مايكروسوفت وبين أورا كيل وهناك تعاونات ضخمة ما بين مايكروسوفت ونينتندو وأيضاً سوني ولكن هذا الأمر سنسمع عن الخدمات الأخرى التي يمكن تربط يومياً من الأيام بالإكس كلاود إكس كلاود نوعاً ما بالدعوة فقط وتحاول تحصل على أكسس منهم في شهر أكتوبر ولكن توضح لنا أن الطريق أيضاً للمستقبل في محتوى اللعب سيكون مثل نتفليكس فإن تشترك اشتراك شهري وهذا الشهري يتيح أن أي جهاز في يدك سواء لوحي، سواء جوال، سواء تابلت، سواء كمبيوتر، سواء شاشة تلفزيون كل هؤلاء يمكنهم منفذ لألعاب تحتاج أجهزة بألاف الريالات يا جماعة الشيء يختلف لا ننسى أن في الحلقة الماضية كلمتكم عن البلاي باس وكلمتكم عن أبل أركيد في الخدمات هذه ستأخذ الوضع وقدرة الاتصال سيصير فيها ربكة من جديد في عام 2020 وأنا كيف أقول قدرة الاتصال؟ الاتصالات وشركات الاتصالات تقدم سرعات عالية من البيانات وسرعات العالية من البيانات هم يعطوك الاشتراك برسوم شهرية ولكن شركات الاتصالات والتي بدأ هذا الرتم من شركات الاتصالات الأمريكية وجدوا نفسهم يخسروا أنا قاعد أعطي اتصال ونتفلكس تكسب وهولو وتكسب واتش بي او تكسب والحين اكس كلاود تكسب وتكسب خدمات أبل وتكسب خدمات البث والألعاب أبل وكوجل أنا قاعد أعطي اتصال فهنا شركات الاتصال سترجع مرة ثانية انها ستطلب حقها من هذه الحصة الضخمة من المحتوى نرى ما يحدث في عام 2020 سنة جميلة ليس فقط في الأجهزة والتقنيات بل أيضا في منظومة الاتصالات والربكة التي ستحدث فيها أرجع للصور التي ورعتكم هذه أخذت من ناسا وسبحان الله من البداية وما مؤتيتم من العلم إلا قليلا ونذهب على تحليل العلماء والحقيقة والواقع ما أعرفها لرب العالمين سبحانه وتعالى نجتهد ونرى لأنه مصطلح وما مؤتيتم من العلم إلا قليلا يعطينا الصلاحية لنسوي البحث كما نبي لأنه مهما سوينا هذا القانون موجود وما مؤتيتم من العلم إلا قليلا فنبحث ونسوي للنبي المهم الصورة التي ترونها المفروض أنها للثقب الأسود والثقب الأسود المفروض أنه في مجال مغناطيسي جدا ضخم المجال المغناطيسي يجذب كل شيء حول هذا الثقب إليه فيسيره يروح إلى الفناء حسب شرح العلماء فالنور الذي ترونه والهيلو والانطواء الذي يحدث في الأنوار الموجودة في الصورة هذا الانطواء ناجم من قوة الجاذبية الموجودة في الثقب الأسود وهذا تخيل نظري لما رأى وحلله ديب سبيس تيلسكوب الذي ترونه إلى ملايين السنوات الضوئية تدخل الفضاء العميك وتأخذ الصور عندما يأتي صورة مثل هذه تخيلية ونعرف أنه لسه نكتشف أشياء ونحن في عام 2019 العام الذي نظهر في 5G ونرى ما نفعله وما نفعله ونرى شيء يمكن بالفعل أن يكون هناك شيء من ثقب الأسود ولكن لا نعرفه أو ما حللناه فهنا نقول لك سبحان الله وموتيتم علمي إلا قليلا ونشتركين وأشياء العلوم سبحان الله تجيب صبغة جدا جميلة لشيء أنت لا تعرف ولا تتوقع أنه موجود في هذا العالم ويجعلك دائما تقول دعيني أشتهد وأبحث أكثر نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أراكم إن شاء الله على خير بإذن واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر